بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نكمل محاضرتنا عن الرفجريشين بايبينج ديزاين اللي أخذنا الجزء الأول منها بالأسبوع الماضي واليوم إن شاء الله نكمل اليوم تاريخ ثمانية وعشرين ثلاثة الفين وعشرين إحنا إذا نرجع لناخذ فكرة عن ما وصلنا لأسبوع الماضي اللي هو اتفقنا إنه للأجزاء الرئيسية بالبايبينج رفجريشين بايبينج هي ثلاثة أجزاء اللي هي الهودغاز الليكويد لاين الساكشن لاين وبوقتها قلنا في كل جزء هو أكو بعض المحددات اللي هي تحدد التصميم أو تفيدنا في التدقيق على التصميم وبوقتها يعني حشينا إنه المحدد هو السقف الأعلى بالتحديد هو خسارات الضغط خسارات الضغط لأن هي تأكس السرعة وبالتالي الخسارات معناها خسارات بالطاقة نفس الوقت الحد الأدنى أو الحدود الدنيا من السرعة اللي هي يحددها المكان الأنبوب و إمكانية عودة الزيت إلى الضغط إحنا قلنا المحدد اللي هو مهم جداً هو كيفية إعادة الزيت إلى الضغط لأن هذا إلى علاقة بسرعة الماء ذلك الجزء فإذن هاي هي الحدود العليا والدنيا طبعاً أوجد تفاصيل كل شواية مرت علينا بالأسبوع الماضي يعني حتى نتذكر إحنا وصلنا إلى calculation إذا تذكرون of equivalent lane قبل ما أبدي بهذا الموضوع أنا وعدتكم إنه أشوفكم تأثير subcode بالliquid line أو تأثير خسارات الضغط في الـ liquid line على السعة وعلى الأداء المنظومة راح أستعين بهذا الشكل عفواً راح أستعين بهذا الشكل اللي تشوفوا أمامكم واللي هو عبارة عن الـ pH diagram اللي تعودنا عليها أنا آسف جزء الشكل مو كلش مرتب بس أعتقد راح يمطي فكرة كاملة عن الموضوع إحنا دنحكي عن الـ liquid line الـ liquid line هو يبدأ الـ liquid line يبدأ من نهاية الـ condenser condenser هاي بداية اللي هي بعد الضغط وهاي نهاية الـ condenser اللي نفترض ممكن أن يكون بـ subcode ممكن أن يكون بـ ما بـ subcode إحنا نفترض أنه يخرج من الـ condenser saturated طبعاً الخط الأزرق الرفيئ أو الخط الأزرق الموجود هذا يمثل أداء الـ condenser فيما لو كان الـ condenser مثالي أي بدون خسارات للضغط الخط البرتقالي أو الجوزي فاتح هذا يمثل الـ condenser فيما لو كان أكو بخسارات بالضغط وهذا هو الطبيعي الحقيقي هو أن يكون أكو خسارات بالضغط في الـ condenser هاي هي نهاية الـ condenser لاحظوا هذا الجزء من هاي النقطة اللي هي من الـ saturated إلى هاي النقطة هي خسارات الضغط خسارات الضغط في الـ liquid line يعني هاي خارج الـ condenser هاي خارج الـ condenser ناتجة عن وجود خسارات داخل الأنابيب من الـ liquid line اللي هي تربط ما بين الـ condenser والexpansion devices وراح نلاحظ أكو عدي ثلاث أنواع أو ثلاث قياسات من الأنابيب كل قياس ينطي خسارات مختلفة البرتقالي أو الجوزي ينطي خسارات قليلة لأن هاي هو فرق الضغط بين هاي النقطة وهاي النقطة الأحمر ينطي خسارات أكثر والأخضر ينطي خسارات عالية طبعا كلهم راح ينطونا نفس الـ enthalpy باوع على نفس القطمة الـ enthalpy لكن لكن راح نباوع الشيء المختلف هو الشيء هو الآتي أولا لو نلاحظ أنه هنا أنا أكو عندي degree ما الـ subcult اللي يتعادل من هاي النقطة لهاي النقطة الثانية هي من هاي النقطة لهاي النقطة والثالثة تقريبا ماكو subcode صحلة ومو صحة لاحظوا أنه أنا نتيجة الخسارات نتيجة خسارات الضغط ما صار عندي أي subcode لا بل في بعض الأحيان نتيجة خسارات الضغط صار عندي flashing gas flashing gas أنني رجعت دخلت رجعت دخلت إلى منطقة saturated نفترض أني بديت بالنا ونزلت له هنا أنا فإذا رجعت نزلت إلى منطقة saturated فاحتمال إذا احتمال خسارات الضغط إذا ازدادت عن الحدود الطبيعية راح تدخلني من منطقة subcode إلى منطقة saturated وها طبعا ما مرغوب لي ليش لأنه الـ expansion راح يحول لي أو ينزلي الضغط من هذا الضغط إلى هذا الضغط أو من هذا إلى هذا المهم هو ثابت تخفيض الضغط مالت من هذه النقطة إلى هذه النقطة خلي شوية أكبر فإذا فإذا وصلت آني لهاي النقطة إذا أفترض أنه آني لهاي النقطة فخسارات الضغط راح تؤدي لي صمام التمدد إنزل الضغط إلى هذا المستوى لو أباوع شنو فرق هذه النقطة عن هذه النقطة عن هذه النقطة هي طبعا ضغط الـ بس بالحقيقة هو إنه الـ شلون يتأثر هذا الطول لا يساوي هذا الطول لو أباوع آني منا إلى هنا غير منا إلى هنا لازم أنا أباوع ويساتوريت إذا الخط الطويل لا هو مو هذا الصحيح المفروض الخط يعني إذا أريد أسوي هو مفروض إلى هنا وهذا الخط المفروض إلى هنا فلو أباوع ألقي هذا الطول أكبر من هذا الطول فمعناها معناها الـ أي إنه كل ما كانت خسارات الضغط أعلى رح تنزل هاي النقطة وبالتالي هاي النقطة تنزل والسبب واضح إنه هاي المنطقة من الـ إلى نقطة الدخول إلى الـ كبرت معناها الغاز زاد والغاز هو غير مفيد لأن الغاز ما رح يتبخر هو أصلا بخار إذن ما نطول بهاي النقطة إن هاي النقطة المفروض انتو مرت عليكم يعني بالسنة الماضية بس يعني للتذكير فقط إنه كل ما كانت خسارات الضغط بالـ عالية رح تأثر لي على الـ وبالتالي رح تأثر لي على الساعة إذن أنا أحاول جهد الإمكان أقللها نرجع على موضوعنا اللي هو انتهينا به ذاك الأسبوع اللي هو حساب الـ يمكن تذكرون أو يمكن هسذا تأخذوها بحسابات الـ أكو طريقتين لحساب خسارات الضغط يا أما بطريقة الـ هسا اللي هي أحنا معتمدة هسا هنا وهي الأسهل والأسرع أو أكو طريقة إنه أحسب لكل جزء خسارات الضغط وأجمع شنو يعني لكل جزء؟ أنا عندي نوع من الخسارات خسارات هي نتيجة الطول نتيجة مرور الأنبوب الاعتيادي واللي هي نتجة من الاحتكاق نسميها الماجر الماجر لوس أو الفريكشن والخسارات اللي هي نتيجة تغير السرع أو تغير اتجاه السرع اللي هو نسميها الماينر لوس اللي هي تجي من الفيتنج الفيتنج اللي موجودة اللي هي البو تي سكشن فالبز وغيرها وغيرها فأما أحسب بكل جزء إجقد خسارات الضغط وأجمع من يعني من معادلة السرعة من معادلة دارسي أما الطريقة الثانية اللي هي راح تعتمد بهذا الحل مانه حتى أعتقد أنتو تعتمدوها أيضا بتصميم منظومات التكييف بالبايبينغ مال الماء هي أن أحسب الاكوفلانت ليه الاكوفلانت ليه فكرة البسيطة أنه كل جزء انضيفه اللي هو من الفيتنج هذا راح ممكن أن أعتبره يعادل أنبوب بطول معين يعني هذا الفيتنج اللي أخلي إجقد راح يزيد الخسارات بالتالي إجقد يقابله من الطول بنفس الخسارة بإذاً إجقدة تعتمد التكييف 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 بايب وكأنه أنا شريت هذا الفيتنج وعوضت عنا بأنبوب بطول محدد ما أعرف إش قد بما يؤدي إلى نفس الخسارات يعني أنا أقدر أشيل كل الفيتنج وعوضها بأنبوب طويل بحيث يطيني نفس الخسارات هذه الطريقة طريقة بسيطة سريعة وتطيني مؤشر سريعاً الفروقات الجداول الموجودة عندي هي هاي الجداول اللي هي جدول رقم تسعة وجدول رقم عشرة بالمناسبة الترقيم شوي اختلف عدنا هنا زاد لنضف الجدول وبالتالي رح أحمل الفصل من جديد حتى سرعتكم الفصل مطابق لما موجود على الشرح حساً هو مجرد أن نضفنا جدول صغير بالمواضيع اللي سبقت فزادلت الأعداد واحد واحد المهم هنا الاكوفلنت ناخذ عليها فتفكرة سريعة إنه مننا هو نومينال نومينال دايميتر وتذكرون هنا أكو عندي بعض الأخطاء رح أصحلكميها وأدزها هذا هنا طالح حرف دي وهنا أنا أكو أرقام شوية قد كون مطابعية رح أنا أعدل عليها يعني لت هذا هنا ماتين عندي حرف دي ها حقيقة مني التحويل من الورد من البي دي اف مرة أصدر عندي مشاكل إن شاء الله يجي وتجيكم النسخة مرتبة النومينال دايميتر قلنا بالنسبة لأنابيب الماء غير بالنسبة لأنابيب الماء التثليج وهذا هو الفرق الذي احنا قلنا بين التيوب والبايب فالنومينال دايميتر هنا نعني به هو القطر الخارجي الأنبوب الأنبوب النحاس نلقيس القطر الخارجي نلقيه تقريبا 12 مليم الخارجي اللي هو نسميه بالسوق نص إنج لحقيقة شوية أكثر بس هو معتمد هذا النص ويجي وراء اللي أعلى اللي هو ثلاثة أرباع إنجو إنجو أكثر فإذا ها هي القياسات اللي موجودة هنا تمثل النومينال دايميتر اللون باوع حس في نهاية الأبيندكس إن شاء الله نمر عليها راح نشوف هذا اللي هو بهاي المواصفة اللي هو بقطر 12 شنية مواصفات شقد سمكة وشقد يحمل من ما عتت ليجو غيرها المهم هس عدي أنواع اللي موجودة أما البوز اللي هي العكوسة طبعا العكوسة أكون الستاندرد وأكون اللونج الستاندرد يصير يعني الكيرفيتشار ماله الإنحناء سريعة شوية اللونج هي يكون أبطأ شوية وليهذا تكون خسارات الضغط بأقل وأكون عندي تسعين مثل القائم اللي يكون أعلى خسارة بي طبعا شنية يعني 0.7 إحنا أنا معناها هذا يمثل يمثل 0.7 متر لو جبت آني أنبوب بنفس القطر بطول 0.7 متر رح يعوض لي عن هذا العكس يعني أقدر أشيل العكس وأضيف بقانة بطول 70 سنتيمتر وهكذا إذا عندي 45 عندي تي سكشن برانش فلو يعني الهنسيار بدي يطلع من الفرع يعني أهو أكو يعني أعتقد كلها شايف فيها مو جديدة عليكم إذا بي تخفيض أو بي تخفيض يعني بي تخفيض أو ما بي تخفيض 25% أو 50% يعني المي اللي يدخل أو الفريون يطلع من الفرع مو كامل وإنما يطلع نازل ربع أو غيرها أيضا بالنسبة لدينا البقية اللي هي القلوب صمامات القلوب أو السولينويد يعني هو نفس الشي سولينويد كهربائي والقلوب يدوي أو عندي واي أو عندي جيت فالب أو عندي أنجل فالب حقيقة يعني لم لمنا كل اللي موجودة تقريبا وغيرها موجودة بس ما موجودة بها الجزاول ممكن واحد يطلع عليها ويقدر يدورها عبر الانترنت يعني ماكو إشكال أوكي هسا ناخذ مثال على الاكوفلانت لينث مثال سريع وبسيط calculate the equivalent length of condensing unit condensing unit يعني عبارة عن condenser ذا عن compressor يسموه condensing unit يعني هذا الجزء اللي احنا نخليه من السفلت الخارج يسميه جزء الخارج الأوتدور هو يحتوي على condenser ذا عن compressor فيسموه condensing unit فإذا condensing unit liquid line authorized direct expansion dx اللي هو يسمو dx يعني أعتقد العام أخمر عليكم بال evaporator اللي هو dx evaporator او dx كوير اللي يولع تيادي الموجود بالسفلت العادية هاز شون figure 5 خمسة notice that the liquid line contains إذا هادي يضطينا تفاصيل هذا الأنبوب الأنبوب اللي هو ممثل باللون العزرق هذا liquid line وهذا هو hot gas فإذا فإذا liquid line عبارة عن هال condensing unit وهال evaporator أو indoor unit نستطيع نسميها فعبارة عن ألبو تسعين واحد هذا اللي ما أعتبره هو 45 اثنين فألبو تسعين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ف five band with long radius يعني إذا انحناءة ب long radius مو قلنا أكوى أكثر من نوع أيضا عندي 2 أبو 45 عندي 1 سايت ها هي مكونات liquid line إذا هي عبارة عن أنبوب هاي كلها أنابيب هاي هنبي خسارات تمام هاي اللي هي قلنا الماينر الماجر losses إضافة إلى الفتن الفتن خمسة أكوسة أو خمسة ألبوز with long radius smooth and two elbow with 45 degree in decline مائل بخمسة أربعين and one of filter dryer one of solenoid or globe valve one of sight glass اللي هي زجاجة البيان الحل طبعا احنا محددين القطر حددين القطر 12 مليم وطول الأنبوب هذا الأنبوب من هاي النقطة إلى هاي النقطة هو 9 متار قوية هالفتنج فإذاً هو عبارة عن 12 مليم أو أبو النص يعني إذا لو تروح للسجوق يقولك أبو النص ما يقوله 12 مليم بس هو المعتمد الـ 12 مليم طبعا one filter dryer one sight glass one globe valve أو solenoid valve أو الحل طبعا أنا من حددت القطر أرجع على هاي الجداول أقدر أطلع كل شي من عندها أنا حددت 12 إذن هذا هو الجداول راح تشتغلوا بهذا السطر اللي هو أنا دا أحجي على 90 long radius فإذن كل واحد من هن يضطيني 0.3 متر يضيف لي إذا خمسة في خمسة ستة في ستة عندي أبو الخمسة واربعين ثلاثة وعندي globe valve أو solenoid valve اللي هو راح يشتغل على هذا اللاين وعندي filter dryer وعندي sight glass فأسوي لي جدول بسيط أسوي لي جدول بسيط أحط الأجزاء أحط الأعداد وطلع هذن من الجدول هاي من الجدول موجودة الاكوفلانت ثلاث تذكرون إذا شفنا 0.3 في خمسة 1.5 0.2 في ثنيا هذا اللي هو اللي قلنا العكس 45 الفلتر دراير أعلاهم طبعا 3.87 يعني كل filter دراير يعادل لي خسارات الضغط لكل متر بهذا السكشن كل سكشن مختلف خسارات الضغط مالته هذا السكشن أكو أكثر من طريقة حتى اللي أعرف خسارات الضغط يا أما من الجدول مباشرة يا أما من المخططات أكو بعض المخططات ينطون أو ينطون جداول فإحنا هنا نعدنا بالجداول وراح نشوف السؤال سؤالنا هو مجرد أنا أحسب هاي فمن أعرف اشقد لكل متر أضربها في هذا الرقم يطلع لي خسارات الضغط بالباسكال أو كيلو باسكال أو بار نجي على موضوع آخر مهم أيضا هذا حقيقي الموضوع اللي هو هذا مو بس هنا يشتغل في كل الجداول يعني أرجو الإنتباه أو أرجو أن طلابي الأعزاء أحبائي تنتبهون لهذا الموضوع الجدول الجدول أو الكير هو وضع عند ظروف محددة لأنه من يستحيل أن أسوي جدول يحوي كل الظروف الموجودة حتى أسوي كل الظروف الموجودة أحتاج أجوز عشرات أو مئات من الجداول فالمعتاد شي يسوون يحددون الظرف اللي يشتغلوا عليه ويسوون به التجارب أو ينطون به الجداول أو ينطون به المخططات بعد ذلك يطون تصحيح إذا كنت تشتغل في ظروف وهو المعتاد ما تتطابق عادة الظروف فأي ظروف أنت تشتغل به الظروف طبعاً اللي تأثر على هذا الأداء فيقول لك إذا اشتغلت بغير درجة حرارة مثلاً كل زيادة مثلاً درجتين تضرب الرقم فيه اثنين تضرب الرقم فيه ثلاثة تضربه فيه واحد وربا أو عد غير ضغط أو عد غير رطوضة أو عد غير سرعة يعني كل العوامل المؤثرة يحاولون يخلوها بعوامل أو بأرقام تصحيح فالcorrection factors موجود وأحيانا الcorrecting factors كل شيء مهم لأنه ظروف العمل كل ما تكون بعيدة عن ظروف التجارب أو ظروف اللي وضع عليها الجدول فمعناها الcorrection factor يكون كل شيء فإذن لوليجين يقرأ the correction must be authorized to correct دائماً يجب أن يستخدم للتعديل أو التصحيح the tabulated value القيم اللي هي موجودة بالجداول too much حتى يطابق أو حتى يقابل أو حتى يماثل the actual design the actual design عادة ما مطابقة 100% على tabulated design شنو هذن correction factors بشغلنا هنا أو بجداولنا هنا ثلاثة واحد منهم correction temperature yeah temperature يقصد condensing temperature لأنه كل ما تعرفون كل ما تتغير درجة حرارة ال condenser تتغير السعة السعة اللي تعتمد في درجات حرارة محددة نباتي سموها nominal أو nominal condition اللي هي 35 أو غيرها غير لو نصر 40 غير لو نصر 50 فإذن عندنا تصحيح للسعة نتيجة فرق درجات الحرارة اللي هو correction أو correct capacity القيمة الحقيقية المصحة هتساوي ما تلقيها بالجدول في correction factor إذن هزا شون يلقي correction factor عندي جداول يا أما C2 D2 E2 طبعا C2 خاصة بفريون 22 D2 134 E2 134 A يعني كل واحد بي هاي الcorrection يعتمد على درجة الحرارة يقول لك درجة الحرارة مالتك هل قد أضرب بفاكتر هذا الفاكتر يستخدم فقط للهوت غاز والسكشن لاين بالنسبة للليكود لاين ماكو بي correction أوكي زين إذن هذا أول كورركشن كورركشن الثاني هو كورركشن للسرعة أيضا السرعة راح نشوف أكو مخططات نستخرج من هالسرعة أيضا السرعة الرادلها عامل تصحيح العامل تصحيح من من نجيبه؟ نجيبه من الجداول C3 و C4 و D3 و D4 و E3 راح نشوفها كلها بالأبندكس موجودة تعتمد على نوع الفريون كل نوع فريون عندك صحيح طلع السرعة زينح ليش نطلع السرعة؟ هااا إحنا نطلع السرعة تذكرون بالمحاضرة الأولى قلنا أكو عدنا سقف للسرعة أنا ما قدر أشتازها اللي هي بحدود العشرين فوقها منصير السرعة أعلى إحنا لازم نشتغل دون هاي السرعة لأن إذا ازدادت هاي السرعة أو قلت راح تأثر على عملية إزاحة الزيت اوكي؟ فإذن أنا لازم عندي تشيك على السرعة حتى أطمئن إنه الزيت راح يرجع هذا هو التصميم الصحيح أشيك كل الأمور اللي ممكن أن يتأثر التصحيح اللي آخر اللي هو ستذكرون حيشينا أيضا على دلتاتي بالأسبوع الماضي واش قلنا؟ قلنا الدلتاتي هي يعني تقابل تقابل الفرق بالساتوراتي تذكرون قلنا خسارات الضغط قامت تقابل الفرق في درجة الحرارة فا فاعتمدت ثلاث درجات تذكرون قلنا نص درجة فهرنهايتية ودرجة فهرنهايتية ودرجتين فهرنهايتية اللي حولناها بعدين إلى منه إلى درجة مئوية بس هاي الدرجات المئوية هي بالجداول أيضا مبنية على ظروف محددة هاي الظروف إذا تغيرت فإذا دلتاتي الأكتشول الحقيقية اللي راح نصير عندنا هي غير اللي بالجدول يعني مع الجدول مبنية على غير قيم شون ألقي التصحيح؟ التصحيح هنا أنا بمعادلة حقيقة مو بجداول فإذا دلتاتي موجودة بالجدول مباشرة أنا من راح أختار النوع اللي يريده راح ألقي دلتاتي مالتا الموجودة بالتابل اللي هي يا أما بوينت أوتو يا أما بوينت أوفور إحنا المعتمدة عندنا اللي هي تقابل الواحد والاثنين فهرنهايت وحولت لحال الأرقام زياد مضروبة بباش مضروبة القيمة الحقيقية 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 ounث الحقيقية هاي رح تشوفون هنا القيمة هاي مهمة جدا اذا دائما هنا عندي واحد يعني اقدر اقول بس الاكتشوال الكوبلانت لين هاي لانه اندى استخدم الاس ايه له غير نظام هنا غير رقم فاذا هاي القيمة هي واحد اوكي يعني يقدر واحد يشيلها لان مبنية المعادلة هاي على واحد متر اي انه الخسارات لكل واحد متر الاكتشوال كباسيتي اللي حسبتها بهاي المعادلة او الكوريكت كباسيتي على عفوا على التابل كباسيتي اللي طلعتها انا بالجدول يعني الجدول رح نشوف هو يطينا قيم دوغات ممثل الاكتشوال كباسيتي هي الساعة اللي اريدها انا مش قد اريد انا ساعة انا المنظومة مات يوم كم طن هي الاكتشوال كباسيتي سبعين طن ميت طن الامثلة رح تطينا توضيح افضل وما انسى الاس هنا دائما هذا ينسي وطلع لني النتيجة مع الاسف غلط التصحيح الاخير اذا تصحيح للسرعة تصحيح للسعة تصحيح لدلتا تي تصحيح للخسارات الضغط خسارات الضغط ايضا مبنية اللي بالجدول غير اللي هي الحقيقية لان من الجدول مبنية على دلتا تي مختلف بينما دلتا تي بالتيابل مختلفة فايذا براشر دروب من التيابل رح يطيناها رأسا بالتيابل اكو براشر دروب موجودة في اعلى الجدول هس رح نوصل للجدول ونشرحها كله زين. الدلتا تي اكتشول حسبتها يسا من رقم بي. من بي اه عفوا من رقم سي يسا. والدلتا تي من التيابل نطلعها من التيابل. مباشرة راح اطلع لي براشر دروب الحقيقي. دين البراشر دروب اللي موجود بالتيابل هو امول حقيقي قلنا هو على ظروف اللي وضع عليها الجدول او ظروف التجارب اللي اعدت. خلي نباوع الامثلة هنانا ومن الامثلة راح نقدر نفتهم هواية امور. يقول determine the size. من دي يقول size? نقصد القطر. هذا هو size. اذا الsize هنانا قطر الانبوب اللي يحمل off the riser discharge line hot gas. اذا الان اذا اشتغل بالهوت غاز. يعني جداول جداول الهوت غاز رأسا. دير بالكم ترى من واحد ينسى. يعني اتطلع غير قيم. four system illustrated in داعش ستة لي هو هذا السيستم. هدى ايضا condensing unit و اهه. condenser واكو compressor جاو هو هنا مو condensing unit. هناك compressor واكو عندي condenser بالاحلى. and the actual capacity of the system. اتطلع الاشياء يريد السعة ويريد القطر. طبعا القطر لازم نطلع لان هو يعتمد عليه كله تعتمد عليه لان هو بالبداية قايل determine the size وبعدين يريد السرعة مالة المنظمة. اذا وين يريدها بالانبوب الاحمر. بالمناسبة بدلني هاي الاشياء ادي تشوفوها اللي هي تشبه حرف اليو. هاي يسموها اليو تراب. اليو تراب اللي هي لها علاقة بالزيت. هي مصائد الزيت. ما راح ندخل بيه لان احنا بدنا ندخل بموضوع الزيت. مواصفات هاي المنظومة تستخدم فريون 22 تذكرون بالبداية قلنا احنا راح نشتغل كلها تقريبا على فريون 22. اه التيوب تايب اللي هو الكبر نوع ال. هسه من راح نوصل للجداول راح نحكي شوي عنها. اه انواع من انواع النحاس السمن نوصل. هزا راح اجيها. فاذا النوع النحاس المستخدم اقل. ال ال افابوريتر ساتوريت التمبراتر اللي هو اس دائما يسموها اس اس تي. ساتوريتد اه 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 تيمبريتر. ساكشن ساتوريتد تيمبريتر مرات يسموها او مرات يسموها افابوريتر اللي هي ناقص عشرين واضح ان هاي المنظومة ما الذي شنو? هاي منظوم منظومة تكيف هاي منظومة منظومة تجميد. واع دقري اوف سوپر 5.6 نجي الكندينسر 43.3 عن ليش 0.3 لانه متحولة من الفهرن فهي تقدر تقولها 4.45 ماكو مشكلة الديس شارج طبعا هاي الديس شارج اللي نحن نشتغل هنا بالسوبرهيت وهنا بالساتوريتد فاذا السوبرهيت 65 الساعة مالته 70 طن أو 250 واضح هذا هو السيستم اذا عندي منظومة 70 طن هاي درجة الحرارة وهذا هو درجة حرارة الايفافوريتر تقريبا وهي هي درجة حرارة التحميص شي يريد؟ يريد القطر ويريد الساعة الحقيقية مو الفجيا بدول الساعة الحقيقية ويريد طبعا هاي السبعين طن هي الساعة اللي اريدها اني بس الحقيقة اللي رح يحمل الانبوب مشرط تجي بنفس الساعة جوز اكبر وهو افضل واذا جدت نفس الساعة يكون احسن بس نادر ما تجي نفس الشي وايضا يريد السرعة بهذا الانبوب هسا الخطوة الاولى هاي الخطوة سلاكت اوف ديامتر مين نسوي له سلاكت اوف ديامتر مين نسوي له لازم من تابل سي وان رح استعين اني عندي هاي انتو موجودة بالاخير انا مسويها على صفحتين فارجع على الابندكس اخذ فكرة اول شي الكابر تيوب هذا هو الكابر تيوب الكابر تيوب ثلاثة انواع اعزائي الطلبة هنا احنا ذاكرين نوعين بس كي و ال واكو ام يمكن يعني ولو انتو ما دخلتو هاي ورشة تكييف بورشة تكييف يحجونكم على هذا الموضوع الكاي والال والام الام ما موجود هنا لان الام حقيقة كل شمرن يعني ينحني بالايد فيستخدم لتصنيع وديكور واثاث ويعني شغلات مو لتمرير مع تثليج لان ما يتحمل ضغوط عالية اللي يتحمل ضغوط هو الكاي والال شو نعرفه يتحمل اكثر هن الثين هن طبعا قطر هن الخارج اثناعش الفرق وين الفرق بالسمك ما للجدار ما للانبوب فالكاي سمكة 1.24 والال 0.89 اذا ياهو الاكثر يتحمل ضغط طبعا ال 1.24 لان سمكة اكبر واضح اثنين هم نفس القطر اثنين هم 12.7 نقدر نقول 12 لان هو يعتمد الرقام الصحيح بس فاثنين هم قطرهم 12 يعني دير بالك مرات مني بيعولك بالسوق طبعا واحد اغلى من اللاخ لان وزنه اكثر اغلى من الوزن باوعي هناك الوزن باوعي هناك الوزن كل متر من عنده انت تباوعي لفة يقولك لفة ام العشرة متر اذا لازم شي يكون لازم يكون وزنها 4 كيلو وات اذا هي من نوع كي بس اذا من نوع ال تقريبا تقريبا ثلاث كيلو وات فاذا لا تلعب من تشتري اه ابني اه يعني انت مهندس وكل المفاتيح بيدك فلا تخلي الامور تمشي عليك يعني عيب على المهندس تمشي عليها الامور لا فاذا لانه اذا تشتري كميات شبيرة من الانابيب الفرق ترى بالمفالغ كل شو هاي فاعرف هو نوع كيلو ايل اعرف انت ش تريد اولا كيلو ايل ومن تشتري من السوق تشتري على اللي تريده ولا تدفع فلوس مال غير اشياء فاذا دائما اني عندي كيو ايل عند نفس القطر فانت من مرات ويجي واحد يقول دطيني فيرني خلى قيسة قيسة هو كل اثناش فما راح يقدر يفرق بين الكي والال الفرق هو اما قيس الانر دايمتر اذا يقدر او الافضل هو الوزن يوزن اللفة ويعرف اش قد الفرق راح يبين الاذقل هي دائما من نوع اه اللي هي الكي اللي هو الافقل يعني كي ويجي بعد الال ويجي بعد الام قلنا الام نادر ما تلقو بالتكييف فس هو موجود وحتى فترة بالسوق يعني جابه وام وسوه مشاكل كل شو ينبدي يعني يصير بي كراكس وهيش شغلات واضحة عزائي اذا هسه هو قايلنا من نوع ال ال فاذا هذا هو القطر اذا اريد اطلع شو تطلع من عند اطلع هذا هو اطلع هذا الجدول ايكو انا اذا احكاس على الابيندكس بشكل عام حتى اقدر استخدمه يطيني اه اش قد الاوتر دايميتر هو 12 طبعاً لازم نعرف هو كيلو L هماتين هنا ما قاعد هو فلازم تعرف هو كيلو L ينطيك الفلو أريا لان الفلو أريا بده الانسايد دايميتر من هاي أقدر أعرف هو كيلو L من هاي أقدر أعرف هو كيلو L لان هنا لاباوع الكي الانسايد دايميتر الانسايد دايمتر الكروس سكشن الانسايد المتل اريا والفلو اريا الفلو اريا باعو هنانا 82 هنانا 94 ملي متر طبعا مربع فمن هاي اقدر اعرف انه هذا من النوع لانه اشقد هاي 94 اتباعون اذا هذي يانوع وين ال94 موجودة باعو عفني هاي ال94 اذا هذي من يانوع من الارو ولا هو ما قايا المفروض يقول او جوز مكتوب بمكان واني مادا اشوف عموما ما عدنا مشكلة زين هنانا الوزن لكل 30.5 متر الوزن لكل يعني هسا بنده يذكر هنانا وزن جدا يكتر هنانا وزن السكشن وزن الليكود باعو عبني هذو شنو وزن هذو مو وزن الانبوب لا وزن الانبوب شفناه فوق هنانا وزن ماء التثليج الموجود بيه ماء التثليج الموجود بيه طبعا هاذا هو الوزن مادا هاذا شنو هاي هاي شنو هوا نفترض ادي سكشن لاين لازم اعرف درجة حرارة اش قد طبعا هاي درجة حرارة اذا غير درجة حرارة تطلع غير قيم مو كل شي دقيقة هاي درجة الحرارة هاي الكثافة هاي الكثافة اعتمدت على هاي درجة الحرارة واضح فاذا هاي الكثافة اللي اعتمدت وهاي هي الاوزان يعني كل 30 متر تلقي بيه هلقد كيلوغرام هلقد كيلوغرام كيلوغرام لكل 30 متر اوكي فتحسب التشم متر عندك وتضربها في هذا الرقم تقسمها على 30 يطلع لك بالضبط اش قد وزن هاي مرات واحد يتعرف منظومته اش قد لازم يشحنها او اش قد بيها فريون طبعا لكل انواع الفريون 134 او الفريون المستخدم عندنا اهنا الاكوبلانت لينث نفسه اللي شفناه نات اهنا دا نشوفه نفسه الجداول وهاي افضل من ديشة لانه ادق من عندها ديش تذكرون شان بيها بعض المشاكل فهاي هي اللي نعتمدها الاكوبلانت لينث نفسها ما تغير شي نفس الشي حتى نفس الارقام اجوز اكو بعض الاشياء هنا ادق طبعا هنون هاي الجداول اللي رح نستخدمها احنا هاي الجداول رح نستخدمها احنا بالنسبة لفريون 22 هاي للسكشن وهاي للدس شارج وهاي للليكويد اوكي قلنا بالسكشن عندنا حسب درجة حالتي في أبريتر ممكن يكون تكييف باعو وممكن يكون تبريد بسيط وممكن يكون تجميد حسب موقعها اوكي الدس شارج نفس الشي نفس اللي يعني لازم هماتين الاسئ اللي هي قلنا شنو ساتشورايتيد سكشن تمبريتر تقريبا هيدراز الحرارة لأبريتر زين وتذكرون قلنا الدلتا تي اللي هي تعتمد قلنا يا أما واحد يا أما ثنين يا أما نص تذكرون فهي أما بوينت أو فور يا أما بوينت أو تو هاي شنو درجة مئوية دي كل متر يا أما بوينت أو وان اوكي عدا الليكود ما أخذ وحدة بس هذا عفول العمود ما ما لكم علاقة بي نحن راح نؤتمد هذا العمود واشياء عزائي وهنا هنا الأقطار اللي موجودة ماشي راح نشوف هسا نصمم عليها هذا الـ اللي حشينا عليها تذكرون قلنا اكو عندي للسعة اللي يعتمد على درجة حرارة الـ فمن أنا أقدر شاكتشف باوعوني شاكتشف باوعو هنا الـ 1 1 هذا شايد يدللي يدللي إنه الجداول وضعت أو التجارب اللي كتبت عليها جداول وضعت على درجة حرارة 40 لأن ما بي correction تمام غيرها لازم نسئل correction باوع correction المن للساكشن والدسشارج ما بي هذا الشكل يطيني أقدر أطلع السرعة منا مجرد أنا حدد السعة السعة يعني بالكيلوات أقاطع ها ويا القطر أقدر أطلع السرعة وملاحظة مهمة هنا أنا مجديدة عليكم هنا السكيل هو لوغ سكيل يعني التقريب كل شي صغب رح يصير عليك يعني النص بين طين نص يعني إذا هذا مية ميتين ثلاثمية أربعمية خمسمية باوع المية هنا ميتين هنا ثلاثمية هنا أربعمية هنا خمسمية هنا باوع الخمسمية وين صارها مفروض بين المية والألف خمسمية نصير بالنص تمام بينما هي هنا وين صارها هنا بالبوين سكس سفن تقريبا فدائما يعني إذا هاي مية هاي ميتين نص هلازم شي صير مية وخمسين بس مو بالنص انتبه هنا أنا صير المية وخمسين ليش بوين سكس سكس بوين سكس سكيل ليش لأنه بس أنا بس أحب أذكرا أذكرا بيها عدنا أيضا تصحيح للسرعة يعتمد على شنو درجة حرارة الكوندينسر ويعتمد على درجة حرارة الإيفابوريتر أو سكشن لاين تنفريتر أو الاس أستي فأقاطعهم يطلع لي كورركشن أضرب بالسرعة اللي وجدتها مننا تطلع للسرعة الحقيقية ومنها ما أقدر أعرف نحطت من يكون الكورركشن واحد واللي هو تقريبا هاي تقريبا هاي يعني عند هاي الدرجة وعندها الكوندينسر نحسبت وها كذا واضح أجزائي هذا هو الدسشارج هناك طبعا شانت هاي السكشن هاي الدسشارج يعني السرعة هنا وسرعة هنا أيضا هنا لو أجي فريو 134 نفس الأشياء نرجع أخواني على سؤالنا اللي هو نرجع على هذا السؤال إذن أول شي أروح على C1 أروح على C1 أوكي وين C1 أسأ أرجع على السؤال مال إذن هذا C1 عفوا هذا table C1 table C1 إذن أنا إذا قاعد فريو 22 إيش عندي أنا هس اللاين مال شنو هذا اللي أنا أشتغل عليه شنو اللي هو hot gazz أو discharge فإذن تمام هايا هي أوكي هايا ما فإذا أروح على ال دس عندي سكشن وعندي لكويد وعندي دس شارج وفريو 22 مضبوط أنا هنا شوية أكون حذر لأنه مرات الجداول متشابه هي كل مش متشابه منجرد العنوان مختلف زين عندي الساتوريتي دس ال SST شقد كانت عندي ناقص 20 تمام ناقص 20 أرجع أنا شوية دأ روح على الجداول وهي فإنت إذا تقدرون تستنسخوها وتخلوها يامكم وتباون عليها فعندي بالناقص 20 زين الدلتا تي هاي أنا بكيف هي شوية تطلع تطلع طلعت هنا 0.02 الدلتا أول شي حددت هاي فإذا هذا العمود راح أشتغل عليه بدون ما أختار ما عندي خيارات هو SST لو ناقص 40 لو ناقص 20 لو 5 أنا من أول قلت هاي ناقص 20 فإذا هذا هو العمود راح أشتغل عليه إيش راح أقدر أطلع من الأزرق هاي عواء يعني قيم ثابتة لكل القياسات أول شي إنه دلتا تطلعت لي 0.02 وهاي المعتمدة ثاني شي دلتا بيطلع لي 74.9 إذا ردت آني بس طبعا هاي عدو الظروف ما للجدول زين آني شقد عندي الساعة كانت منو يذكر آني ما أذكر طبعا 70 طن أو 250 كيلوات أنا ما عندي بالكيلوات فإجي ألقي أقرب أكبر قيمة إنت بإبني أقرب أكبر قيمة وهاي طبعا موجودة هنا لو تباوع إيش داي يقول select the large nearest value أقرب أكبر قيمة زين عندي 250 داع باوع بجدول إيش عندي هاي عندي 167 200 27 بينات مو 250 نصير بينات بينات فاش راح اختار 297 ماشي 297 هاي 297 هي المناسبة إلي أباوها إيش قدعيني قطرها 67 مليم إلي يمكن إنجين ونص إذا ريد نحش بالإنج تمام ماشي فإذا الاختيار الأولي انتبه إلي الاختيار الأولي هذا مختيار نهائي هذا اختيار أولي بعد ما دققت عليه لازم أدقق عليه بس من حيث المبدأ إنه هذا هو الاختيار أدقق عليه أدقق عليه وين عندي أكثر من تدقيق يا أما أدقق على السرعة يا أما أدقق على خسارات الضغط كيفك يا هي تجي هي أوكي فإذن أنا أعتقد بهالسؤال ما عدنا تدقيق وجرد أن نختار فإذن هسا إحنا نختار إنه 67 ملي مثل ما شفنا عزائي 2.5 إنجل ستيب شون أقدر أعرف أروح على table C2 وين C2 هذا C2 C2 شي يقول إذا القيمة 43 أنا ما عندي 43 و 50 interpolation بين 1 وبين 0.9 المفروض طبعا هذا discharge line وهذا section أنا وين أروح حتى غلطت هسا فإذن لازم نروح على discharge عندي 1 1 1 1.11 فبياناتهم interpolation رح يطلع لي 1.04 فإذن السعة الحقيقية السعة الحقيقية أو السعة المعدلة اللي يقدر يحمله هذا الأنبوض مو 297 كيلووات وإنما 309 واضح زين وبعد شي يريد هذا المطلوب الثاني أوكي هذا المطلوب الثاني المطلوب الأول 97 هذا المطلوب الأول هذا المطلوب الثاني هذا إذن نسوي مطلوب الثالث إذن لازم نستخدم نستخدم chart اللي هي chart الموجودة بمثل ما يقول هو C1 chart C1 هاي شنو suction gas هاي غلط مو C1 أنا غلطان أوكي غلطان هي مو C1 وإنما لازم يصير لازم يصير C2 تمام لين هاي discharge أنا حاسب على section line فإذن غلط هذا إن شاء الله يتصحح أو يجيكم بالنسخة المعدلة فأعزائي هاي هاي هم لكم مثل التمرين إذن عندي الساعة تذكروها إذن عندي عندي الساعة 250 كيلوات إذن عنو يا هاي 100 هاي 200 هاي 300 250 مو بالنص إذن اتفقنا شوية تترحل فنفترض هي هنا إذن 67 وين هاي هاي 67 وين هاي 250 هاي بالضبط راح تجي هنا بالضبط هنا هاي هاي قدر راح تطيني 10 متر per second واضح إذن هاي السرعة أيضا أكرر هاي مو سرعة نهائية هاي السرعة أولية سرعة على تشارد هل هي الطابق الفعلي إذن أرجع أقلكم هسا هنان السرعة آني مطلعها زين آآ كالكولايد the velocity يوزن إذن هسا هنان C راح أصير أخواني C2 مو C1 فراح تتعدل تجيكم إن شاء الله system capacity إحنا قلنا 870 اللي طلع بالجدول آآ discharger tube size آآ 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 system capacity آآ 250 نحن نغلطانين هاي غلطة لقهماتين إن شاء الله تصحح ماشي فإذن راح يطلع على قياس الأنبوب اللي اختارنا اللي هو إجقال طلع 67 مليم راح يطلع هاي النقطة كلها لأنه اختارنا من غير جدول فإذن هاي كلها مصحيحة راح يطلع 10 نتعوف هاي القيمة 22 10 اللي مكتوبة بالأحمر أصلا فإرادنا إذن عامل تصحيح عامل تصحيح قلنا لأنه هاي التصحيح من نجيبه نجيبه من هنا أيضا درجة الحرارة 65 43 تذكرون إذن 0.86 بالقيمة اللي وجدتها من السرعة اللي هي 10 فرح تطلع 2 أمتار 0.6 أيضا هذا ما راح يطلع الرقم صحيح فرح تطلع للسرعة الجديدة السرعة الجديدة اللي هي راح تنظر بالtable كفاستي اللي هي أشقد قلنا عفوا أشقد قلنا السرعة طلعناها طلعناها 10 22 غلط في هذا هماتين غلط لأنه من غير مكان فرح تطلع للسرعة السرعة أقارنها ويا الجدول تذكرون الجدول الجدول رقم 11 1 الجدول شي يقول رقم 11 1 سألو أرجع أرجع وين دا جدول رقم 11 1 هذا هو أول جدول هذا هو 11 1 تمام فإذا عندي فريون 22 20 رح أباوع أعلى سرعة المسموح بها هي 20 زين أقل سرعة عندي رايزر هو غير رايزر 5 فإذا لازم من سرعة تكون بين ذول آن إش قد طلعتها طلعتها تقريبا 8 وشوية إذا مقبولة لو ما مقبولة مقبولة إذا هذا الاختيار إنه القطر 67 ملي أو إنجن ونص مناسب وممكن أن أستخدم وهذا هو يعتبر التصميم النهائي أو التصميم الحقيقي واضح أعزائي ها هي التسلسل هاي الخطوات من رح يجيكم الهومورك إن شاء الله يعني فدي يومين ثلاثة بس شوية أريدكم تبعوها المحاضرة رح تشوفون إنه نستخدم نفس الخطوات تأتبتها نيجي على سؤال أو example رقم 3 size the refrigerant is a liquid line China نحن ناك شنو hot gas أنا رح حاول كل الأجزاء أخذها and determine the subcure required to avoid flashing هذا ما رح نأخذه هسه أوكي يعني ممكن يجوز نضيفها هسه بس حاليا هسه بس نشوف بالنسبة لل liquid line شنو مواصفات المنظومة مواصفات المنظومة هي R410 نوع الانبوب كفر عادي evaporator temperature 4.4 condenser اللي هي تقريبا 50 49 يعني وال capacity 60 طن liquid line liquid line هو والبحاوي شلوية خلننقول بالعامية هو والفتنغ ماله 34 بس هو اش قط طوله هو طبعا طوله مو 34 هو طوله 10 20 20 15 بس ضفناله الاكوفلنت length مالتل العكوس اذا بي صمامات اذا بي T's واذا بي solenoid واذا بي side glass طلع 34 متر هو منطينا اياها هذا يكفي الارتفاع الانبوب الذي يصاعد مالتا 6 للمطلوب رقب 2 الذي قلنا هسنا سنعجله الحل الخطوة الاولى نفس الشي to determine the liquid line pipe size for 60 to use double E1 نروح على E1 هنا لانه لانه عندي نوع الفريون salen الفريون مية اربعة وثلاثة. انا سهلت لكم اياها. فانت المجباشرة وراح تروح? راح تروح على الفريون 410 ايه كل المعلومات راح تلقيها بهذا الجزء. واي وها طبعا اكتو صحيح غلط بالجدول يعني انا وجدتها وغيرتها على الجدول اصلا هو من الشركة جاي غلط. فاذا هاي هي الجدول اللي راح استخدمها انا. واضح? نفس الجدول اللي فات ما اختلف بس عنوين راح اشتغل اعزائي هسا راح اشتغل على الليكود. لا اغلط ديروا بالكم. قلت ما عندي خيارات بالليكود غير بس هاد. مو مثل هنا. عندي كم خيار? عندي ثلاث خيارات وكل خيار بيه ثلاثة. تسع خيارات بالسكشن. بالدسشارج عندي ثلاث خيارات. بالليكود ما عندي غير خيار واحد. ماشي? فاذا هذا هو العمود اللي راح اشتغل عليه. ايش قد الساعة كانت? انا هم نسيت. ستين يمكن. ستين طن. ميتين ودعش. اوكي? راح اجي على ميتين ودعش. قلنا اقرب اكبر قيمة. ايا ميتين وتسعة وتسعين. وهاي مية وتلاثة وستين. هاي اش قد? ميتين ودعش. اذا وين اروح? راح اروح بين هاي وهاي. فاختار الاكبر. فاختار الميتين وتسعة وتسعين بوينت سيكس كيلوات. اللي هي اشي قابل لي? يقابل لي او الخمسة وتلاثين. اللي هو تقريبا عن جونس. خمسة وتلاثين مليم. واضح العملية? عملية بسيطة. عملية بسيطة استخدام الجداول البسيط. بس شوية ارادة اني يراد لدقة. اوفهم قبل الشغل. اذا هسا. اه دلتاتي ما عندي غير هذا الخيار. دلتاتي ما عندي غير هذا الخيار تذكرون. قلت ما عندي غير هذا الخيار. هذا اللي هو بلون الطوخ المعدل. زين? خمسة وتلاثين مليم بايب. بوينت سيكس كيلوات. باوع. اهنا ما عندي تصحيح للسعة. ليش ما عندي تصحيح للسعة? لان قلنا التصحيح جاي بس للسكشن لين و الدشارج لين. فاذا هاي السعة اللي يتحملها. طبعا هاي السعة اكبر من المطلوب اذا هي تفي بالنسبة للمطلوب. اكوفلانت لينث انت كوندينسنج تيمفرشر ار ديفرانز دان ذا يعني يقول هو يعتاج تصحيح لدارة تصحيح كقيم. المعلومات البقية قلنا هي لها علاقة وية المطلوب الثاني اللي احنا سعجلنا. اللي هو هل راح يصير فلاشينج بالليكويد لاين لو ما يصير. بس خلي نحشى عليه كفكرة. يسا ما لدي نحلة. يعني شنو يصير فلاشينج. احنا شقلنا. اول ما بديت. يعني من طلعت لكم هذا الشكل ما للبي اج دايقرام. اذا تذكروا. ممكن هسا ما عيدة لكم. هذا الشكل. احنا شقلنا. قلنا اذا خسارات الضغط عالية. ممكن انا وين ادخل. ادخل بمنطقة. الساتوريتد. فاني ش راح اسوي باش حالة. راح اسم خسارات الضغط. اشوف هذا الضغط. اش قد. طلع مثلا الساتوريتد عشرين. اذا انا و هذا الضغط. ناقصا الخسارات. طلع اقل من عند اذا انا اي وين? اذا انا في داخل المنطقة. منطقة اللي هي وهي هيا الفكرة. بس بس يعني راح نشوي نعجلها لانه来دكم شوية تفتهمون الجداول. ناخذ اخر شي احنا اخر شي هو اللي هو السكشن لاين نشوف تصميمه نفس الطريقة من نفس الطريقة هذا شنو السكشن لاين يستخدم 134A يعني يستخدم تقريبا نغطينا كل نواع الفريون الإفابوريتر تيمبريتر خمسة يعني معناها مبين هذا شنو للتكييف ساتوريس سكشن تيمبريتر السوبر هيت الكوندينسر تقريبا 50 49 الكباسيتي اف از تو احنا نقول معنا علاقة يعني هو مستخدم منظومتين التفاصيل مو مهمة بالنسبة انها هي 20% من يطف الساعة اقل ساعة ما ندعقد الموضوع عليكم اذا انا عندي امو الخمسين طن 167 كيلو واط السكشن لاين منطيق كيلو لك ماشي باتجاه يعني علوي وسوف لي المهم يعني كل الطول رح يطلع 3 و 3 و 7 كله الاكوفلانت لين يعني الطول الحقيقي زائدا الاكوفلانت لين كله رح يصير هلقد اذا السكشن لاين اكوفلانت لين فور هوريزنتل ران او هلقد سكشن لاين اكوفلانت لين فور ماشي 3 متار بالاسفل وصاعد 12 متر 0.8 وماشي بالعلوي 3.7 مجموع هم كلهم هو ينطيني الاكوفلانت لين ثني جمالي 1.8 plus 3.7 plus 3 هاي كل هاي الهلوم ما هي حتى نفتهم شون ايجي تلقينا نيجي على الخطوات نفس الخطوات to determine رأسا رح 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 على table D1 اللي هو table D1 اللي هو خاص بمن 134A فريون 134A اللي هو هذا D1 134A نفس الشي suction discharge لكل عني عندي suction هسه والسكشن قلت بيه ثلاث خيارات او تسع خيارات لا انسه بس شنو هنا الاس ايجي خمسة اذا شبقت لي ثلاث خيارات عادة نعتمد لو 0.04 لو 0.02 بكيف بكيف احنا بالحل يمكن ما اعتمدين 0.04 بس نشوف 0.04 بكيف انت مخير فاحنا هسه رح آ آ آ آسف آ نازم نرجع نطلع الجداول هسه نطلع الجداول ماشي أوكي آ نرجع على الجداول آ 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 منطين اياها خمسة لو تذكرون SST SST هاي هي SST خمسة هاي هي SST خمسة ودلتا تي اخذتها وطلعت لي اياها Pressure Drop قلت هي الموجودة اللي هي 487 487 باسكال دير بالك مو كيلو باسكال يعني .487 كيلو باسكال اجي على اقرب ساعة هو اجي قد كانت ساعة المنظوماني هم نسيت خمسين طن مية وستة وسبعين اوكي اذا اجي على هذا العمود اقرب اكبر مية وستة وسبعين مية وثمانية وثلاثين مية وثمانية وثلاثين ميتين وثلاثعش اذا يجي ببيناتهم اذا راح اخذ مفروض اخذ تسعة وسبعين اذا اكو غيره معناها انا غلطان اذا هو تسعة وسبعين مليم تمام ايش قايل هو ايش مختار تسعة وسبعين مليم او ثلاثة وثمون تسعة وسبعين مليم هو هذا طبعا نوبات ايش اكتبه بس beautiful بس Tube بس حتي كلغه ولبي سعر Legal يجيب لي انا اريد من عنده خمسين طن او مية وستة وسبعين اللي طلع عندي انا ميتين وتلات عشر اللي هو ستين طن يغطي طبعا يغطي لانه هو يغطي الساعة الاقل بس الساعة الاكبر ما يغطيها بس ارجع او اقول هاي القيمة ما للساعة والقيمة ما للقطر ما متشيك الساعة لازم انتعدل تتعدل تصحح حسب درجة حرارة الكوندينسر اما بالنسبة للقطر لازم يتشيك كنا اكثر من طريقة التدقيق يا اما اندقيق على السرعة يا اما اندقيق على خسارات الضغط راح نشوف انها شمستخدمين نجي على الستيب رقم اثنين هنا دا يقول نفس الحجي دا اقول انه الساعة لازم تتعدل وكل لازم يتعدل اسا اول كورركشن ايش عندي اللي هو للساعة ارجع على تيابل دي تو تيابل دي تو ايش دا يقول يقول للساعة اذا درجة حرارة انا هي تسعة واربعين خلي نقول هي خمسين قريب الخمسين وعندي ساكشن لاين دير بالك مو دستشارج اذا تنضرب في بوينت ايت 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 او رقم قريب من هاذ اذا اه راح نضربها طبعا مو بوينت ايت ايت اي طبعا بوينت ناي اللي هو انتربوليشن درجة حرارة مو مضبوطة فاذا الساعة الحقيقية اللي تحملها هذا الانبوب هي مية واثين وتسعين مو ميتين وتلتعاش اذا هاي الكورركت كباسيتي الساعة المصححة هاي الساعة المصححة خلاص هذا اول مطلوب اللي وجدنا اللي هو مية واثين وتسعين كيلوات نحسب دلتا تي نحن قلنا لازم ندقق لان هاذا القطر بعدها قطر مرشح وليس نهائي اذا لنشوف دلتا تي دلتا تي اه مين احسب هالدلتا تي انا دلتا تي اللي بالجدول طلعت لي او اللي استعملتها بوينت اوفور زين سنتيغريت لكل متر الاكتشوال اكوفلانت لينث انا احتاج استخدم هاي المعادلة اكتشوال اكوفلانت لينث هو منطين ايام وقال لي ثلاثة طبعا هاي لو اشوفها انا احسب القياسات الانابيب والفتنج واجمعهم او هو انطانيها بالجدول فهي طلعت تساطعش اللي بالجدول احنا قلنا هاي التابل لينث هو معتبرها واحد فاذا تساطعش على واحد زين الكباسيتي اللي صححتها هسه طلعت لي جد مية واثنين وتسعين التابل اللي من القيمة اللي طلعتها من الجدول بدون تصحيح هي ميتين وثلاثة عش اس وان بوينت ايت رح تطلع لي دلتاتي الحقيقية شوفوا دلتاتي اللي بالجدول اشقيت بوينت او فور لينما الحقيقية اشقيت بوينت سيكس زين احسب هسه خسارات الضغط الحقيقية اللي هي ايضا من استخدام هذا الجدول هذا الجدول شي يقول خسارات الضغط اللي موجودة بالجدول اللي هي هاي وين موجودة هاي السابعة واحد موجودة مباشرة جو هاي القيمة باعوها اربعة ثمانية سبعة قلت هاي بالباسكال لكل متر انا اش اقول هاي بوينت فور ايت سبين كيلو باسكال بوينت فور ايت سبين كيلو باسكال على هاي محسوبة المن محسوبة الى دلتاتي اللي هي الموجودة المنصوص عليها بالجدول اللي هي بوينت او فور بس انا ما عندي بوينت او فور انا عندي بوينت سيكس فور فايب فاذن الدلتا بي الحقيقية اللي رح تطلع هي سبين بوينت ايت كيلو باسكال هاي هي دلتا بي زين اذا هاي دلتا بي اللي طلعت لي بهذا الانبوب حتى ادققها لازم اروح على الجداول تيبل دعش خمسة واباوع اعلى ضغط ممكن او على خسارات ضغط ارجع على دعش خمسة اذا تسمحوا لي رحشوف اعلى خسارات ضغط بالسكشلال وين الصير هاي دعش ثلاثة اذا دعش خمسة اا لأ اقو غلط بهيش حالة دعش خمسة فرشار دروب اعلى ضغطي كراتي هذا هو وين هذا بسكش اللعن لازم تتعدل دعش سبعة اهنا عدنا اشقد الفرشار دروب بالمئة وربعة وثلاثين 13.3 اعلى شي ماكسيمام برشار دروب 13.3 بالسكشن لاين ازين السكشن لاين انا اشقد طلع عندي طلع عندي سبعة وشوية اذا هذا يفه بالمكسيمام اعلى اذا هذا يعني الخيار او هذا الاختيار اااا صحيح وممكن ان يعتمد اللي هو 13.3 إذن هذا 17.7 قلنا هذا الغلط بالترقي نتيجة إضافة جدول ماشي أعزائي إذن هذا هو إذن pressure drop which is acceptable ليش for suction pipe هذا الرقم acceptable ليش from table it's less than the maximum value اللي هي founded from the table 11.7 اللي هنا يكون الموضوع refrigeration piping design انتهى حقيقة يعني هو الموضوع أنا ما أقول سهل ولا أقول صعب بس يراد له يعني بي شوية يراد له مهارة باستخدام الجداول وفهم طبعا فعزائي الطلبة يعني أرجع أكرر أعدكم متسعة من الوقت صحيح أنا أعرف إذن كل الأساتة بس حاول تخصص يوم لكل مادة أنا ما أعرف أنت تقدر يعني ترتب حالك وهاي المادة بالذات يحتاج لك تسحبها على ورق أو تسحب أجزاء من عدها على ورق إذا تريد أو تسويها أكثر من شاشة وتتنقل لأنه التنقل بالشاشة كليش صعب أنتوا لو تحبون استخدام الحاسبة أو أكثر مما تستخدم الورق بس على أقل الجداول يحتاج لك ورق حتى تشخط عليها وتحط عليها يعني إشارات الاختيارات بهذا القلم الملون أو أي شي حتى تقدر وإلا يعني أنا أقول لك اختيار واحد من أنابيب هو يشبه البقية فإذا اختارت واحد صح أو استغلط على تسلسل صح فرح يطيك نتيجة للكل صح المحاضرة انتهت لهنا أنا رح أنطيكم إن شاء الله يعني هو الهومورك جاهز حقيقة بس ما رد أدز اليوم حتى لا تنخفصون به كلش سهل يعني مجرد أنه رسم منظومة أو تختار الأنابيب للثلاث مقا سكشنات يعني وكأنه تكرار للثلاث أمثلة حتى تضبط المادة ونقدر نعبرها ونحن مطمئنين وستقول هاي الموضوع مهم جدا جدا يعني موضوع خلينا نقول موضوع عملي وموضوع حقيقي وموضوع الساعة يعني هذا VRF ترى مبني بالأساس على هذا الموضوع وسبب يعني تأخر استخدام VRF هو هذا الموضوع موضوع ومشاكل وإلا ما بي فكرة جديدة شنو يعني مية وميتين وخمسمائة متر ما بي شي جديد هو بس لكن المشاكل اللي كانت صاحب هذا الموضوع أخرته فأعزائي يعني رجاء رجاء شوية حاولوا تهتمون باستخدام الجداول حقيقة حاول الجهد إمكاني أسهلكم الموضوع وأعزلكم إياها وإلا لو تشوفوها بالمصادر راح تشوفوها في هذا شيء متعب جدا فإذن اليوم يعني هي راح يعني المحاضرة تجيكم اليوم لأحد قلنقول فاليوم يعني لأحد يعني إن شاء الله راح أمطيكم إلى أسبوع راح أشرح لكم يعني إيش أحتاج من عنده ما عندي مانع حتى لو تتعاونون بس راح قديدة منعدكم بالحل بخط الإيد صوروا والدزول إياه حتى مباشرة نصرح لكم إياه وتمنياتي لكم إن شاء الله بالصحة والله يبعد عنكم أي مكروف وإن شاء الله أشوفكم بكل خير أبنائي الطلبة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر